بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم الرحيم بسم الله 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 الرحيم وما قوله 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 إذا استدى الحر فأبدو بالصلاة أبو الفرجوي موضو سبا نوما إدندا نغالجول دي لدي فوف جول تيكو أروان دي وقتو جي مجي سوانانون تي سبار إساتو دي نغوليك ونلادو الله صلى الله عليه وسلم وينو سنغوليك كي ستين نيم بوم ني جول دي وطنجولي لأو وامبن القاسم فحكى عمالك أن الظهر تصلى إذا فألفاء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد على ما كتب به عمر إلى عماله ويستوينوكو ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري ويأوان ياكيم قام مالك من أنس ويتي سبار إني جولي سقوبر دي أمي مهرنانج فاتفنانج واني فودي دراعا وانو دبوني دو يو يمبن جول وانو كدي شيدو دو يهورمو دم دو ودنتال نغال يهيم نتو جول ووهورمو فوف لتكتاكو ها وانو دبوني دو ها بوبرن دي سرطون دي يلتا هاني وانا فودي دراعا ويهورمو دا جول وويدم دو كدي كو عمر بن الخطاب وين دي ندوم فادي قوير نروج مب يدنغن دي رسالة عمر فادي أوقات وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا إن معنى كتاب عمر مساجد الجماعات واما المنفرد فاول الوقت أولى به وهو في ساعة من الوقت كل ابن عبد الحكم قوي ألمل بمالك جيا ينبي وطبي جيا بلاو المالك بمعنى كتاب عمر فادي ينبي بي نومكو مسجد هنو جماعي جولو جدنتل وويسة ويكو نتو جولنو ووهورم نوم جولتكو ياروان دي وقتو كدي وقتو أني ياج حاتواتن دي وقت طوفو وإلى هذا ما لفقهاء المالكيين من البغدادين ولم يلتفتو إلى رواية ابن القاسم وقد مضى في الأوقات ما يكفي في صدري هذا الكتاب والحمد لله وفي حالة بنو كو دو كا كوهيو يفقها مالكي وفي جيابي بغداد كو ينموني وييبي نجيكي تاكي فادي اكو ابن القاسم هاليكو وبيكادوها لكدي كبنينة وقتو جتوه انايونا اي هورين ديادو الدفتر وقال الليث ابن السعد يصلي الصلاوات كلها الظهر وغيرها في اول الوقت في الشتاء والصيف وهو افضل ليث ابن السعد جياكوي الملبي بغندو دا وكذلك قال الشافعي إلا أنه استثنا فقال إلا أن يكون إما مجماعة ينتاب من المواضيع البعيدة فإنه يبرد بالظهر إما مشافعين ووي كو هنو هنو الليث ابن السعد وينو نو اتتنيهين ووي ستوي دينتال غيره من المواضيع البعيدة وينتال وينو جمع هنو وقد رو بي عنه أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبراد كان بالمدينة لشدة حر الحجارة ولأنه لم يكن بالمدينة مسجد غير مسجده صلى الله عليه وسلم فكان ينتاب من بعد فيتأذون بشدة الحر فأمرهم بالإبراد لما في الوقت من الساعة كلم نانقو بถين على المدينة لحظي النار فلا Balkan قول على المدينة throughput ترجمة نانسي قنقر 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 وقال الأسرم قلت لأحمد بن حنبل أي الأوقات عجب إليك في الصلاوات كلها؟ قال أولها إلا في صلاتين في الإنشاء الأخيرة والظهر في شدة الحر قالوا أما في الشتاء فيعجلوا بها بيته يدو أسرم أوي ونام ديما أحمد بن حنبل خلوقتو جفو قردي يوهد ديما يمؤجد جول ديلي كلا جول ديلي وفي أحمد بن حنبلوي أروان لجول ديلي بدي مؤجد إلا نون جول ديلي دي وفيه يدو أنو جيجي يوهد ديلي من السيدة يدو أنو تيسو بار إلا ستو ننقليكي وفيه يدو أنو يدو أنو جيجي يوهد ديلي تيسو بار إلا قال أبو عمر أما الأحاليث أن عمر في كتابه إلى أماله ففيها إذا زاغت الشمس وفيها إذا فاء الفيء ذراعا وقد مضى القول في هذا في موضئها من صدر هذا الكتاب أبو عمر بن عبد البر النمر القرطبي وفي سواتا وقف أحد سيجي لفه نكبرنا وكبنا عمر وليتر مودوم فاغت أغورن روجم أبي وفي سواتا وفي سواتا وفي أدو أنو جيجي يدل تيه هار أنجو لدي سو بار وفي سواتا وبي جيجي يوهد ديلي روستيما وغنو الدبن الفد دي يرى أنجو له وفيه يدو أن يقول بالنسبة زندو بني أعرف انو جيجي يدفث نين بينين وفيه يحقق وفيه يدوى يوهد ديلي من لم يرد إبراد بالزهر بحديث خباب من الأردت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا يقول فلم يعظرنا وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده وعلته في التمحيد يقول فلم يعظرنا وقد ذكرنا هذا الحديث من الأردت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد أولو حديث ألا مودم تدفتر مكو يتيني التمحيد لما في الموطئ من المعاني والأسانيد وتأول مرأ الإبراد في قول خباب هذا فلم يشكنا ولم يحوجنا إلى الشكوى لأنه رخص لنا في الإبراد وتأول يسكنا جو queries أو انجوب من خباب من المعاني والأهار السابق النبي صلى الله عليه وسلم نونني من نونني من ومن دجول ديني وذكر أبو الفرج أن أحمد بن يحيا ثعلب فصر قوله فلم يشكنا على هذا المعنى أبو الفرج أني جنكت وفي أحمد بن يحيا ثعلب لغوي كان لغويا نحويا وفي أفسري كونغل تخبى بإبن الأرتبين فلم يشكنا يمعنا بن ندعو وجبناني من قلته ابن عبد الباريوي حدثنا محمد بن إبراهيم ابن السعيد حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم أخبرنا خالد بن دينار أبو خلد قال سميت أنس ابن مالك يقول سميت أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد وإذا كان البرد أجل سميت أنس ابن مالك يقول سميت أنس ابن مالك حدثنا أبو داود قال حدثنا أثمان بن أبي الشيبة حدثنا عبيدة بن حميد أن أبي مالك الأشجعي أن كثير بن مدرك أن الأسود بن يزيد أن عبد الله بن مصعود قال كان قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة وإذا كان حدثنا أبي مالك وإذا كان حدثنا أبي الله بن مصعود وإذا كان حدثنا أبي الله بن محمد حدثنا حمزة بن محمد حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن العظرمي قال حدثنا عبيدة بن حميد فذكر بإسناده من اللهم لا تدلنا ظنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا همّا إلا فرشته ولا حاجة من هوائد الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا صلاة إلا قضيتها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين